موسيقى السلام عليكم مشاهدين و اهلا بكم الى النشرة التونسية المفصلة نقدمها مباشرة من تونس و في عنوينها موسيقى عبدالفتاح مورو يؤكد استعداد النهضة للتحالف مع نداء تونس و يقول ان السبسيق طرحه رئيسا للبرلمان موسيقى الاجهزة الامنية التونسية تلقي القبض على خلية تكفيرية في قرطاج موسيقى و رفض تونسي للتكفير الديني و السياسي على مختلف المستويات و دعوات لمواجهته لم تعد المفاوضات سرا بين حركة النهضة و نداء تونس حول المرحلة المقبلة و إدارة الحكم في البلاد هذا ما تشير إليه تصريحات الرجل الثاني في النهضة عبدالفتاح مورو أما على صعيد الأمن فقد بات في صلب أولويات السلطات خصوصا في المرحلة الانتخابية من تهديدات للمرشحين الرئاسيين إلى تحذيرات من مخاطر تحركات لمجموعات وصفها وزير الداخلية بالإرهابية في مناطق قريبة من حدود الجزائر لذلك فقضية الإرهاب و التكفير السياسي و الديني في تونس هي موضع رفض ومتابعة من قبل الشرائح المثقفة والمواطنين وهناك تضاعف احتمالات التحالف بين النهضة ونداء تونس كما ذكرنا إذن أكد نائب رئيس حركة النهضة سيد عبدالفتاح مورو أن حركة النهضة مستعدة للتحالف مع حزب نداء تونس شرط عدم التنازل عن مكتسبات الثورة أو العودة إلى ممارسات النظام السابق مورو الموجود في الجزائر قال أن المرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي اقترحه رئيسا للبرلمان الجديد لكن مورو رد بأن هذه القضية هي بأيد الأحزاب وقال أن النهضة تقبل بأن نبقى خارج الحكم لكنها تريد التداول على الحكم وحول موقف النهضة من الانتخابات قال نائب رئيس النهضة أن الحركة لا يمكن أن تبقى متفرجة مشيرا إلى وجود تيار داخل الحركة ينزع إلى مساندة المنصف المرزقي وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد سليم بخذير الكاتب الصحفي التونسي أهلا بك سيد سليم أهلا بك سنتحدث بداية حول موقف نائب رئيس حركة النهضة سيد عبد الفتاح مورو هل نستطيع أن نستشف من خلال هذا التصريح بأن هناك تحالف أو نحن ذاهبون إلى تحالف بين النهضة نحن نستشف أولا مؤشر هذا يؤشر على أمر آخر وهو أن هناك حوارات لم تصل إليها بارقة الأضواء ووسائل الألم هذا التصريح يخالف ما كان ذكره الأستاذ باجي جيت سبسي في الوطنية واحد في برنامج شكرا عن الحضور حين قال أن ندخل في أي حوار قبل الاستحقاق الرئيسي هذا الدليل على أن هناك حوار وراء السيطارات وبدأ التفوح رائحته هنا وهناك في الأيام القليلة الماضية لكن الآن يأتي بشكل رسمي من خلال أحد سقور حركة النهضة وهو الأستاذ عبد الفتاح مورو أعتقد أن هناك تفاعل بين استحقاقين يبدو أن الطرفين يعيشين يواصلين الاستقطاب نحن رأينا الاستقطاب بين النهضة وحركة نيدا تونس في التشريعيات الآن هذا الاستقطاب يكبر في علاقة بالاستحقاق البرلماني رئاسة البرلمان وأكيد أن له تداعيته حتى على الاستحقاق الحكومي أعتقد أن هناك أيضا استقطاب ثنائي ثاني ونحن نعيش ثنائيات هذه الأيام ثنائي بين المنصف المرزوقي والبجي جيد سبسي في الرئاسيات وأعتقد أن هناك استقطاب ثنائي ثالث هو بين توزيع بين ظفرين ما يستلح عليه البعض بالكعكة البرلمانية أو الكعكة الحكومية في علاقة للمزايدة للحصول على تأييد من هذا الحزب أو ذاك معناها للترشيح إلى الرئاسيات أعتقد أن من المؤشرات التي يدلوا عليه هذا التصريح هو أن هناك أكثر من طرف نهضة يبدو أن في إزاء الموضوع الرئاسي وحكاية مساند السبسي أو المنصف المرزوقي أعتقد أن هناك نهضتان يبدو أن هناك التجاذب حتى داخل نهضة هذا التصريح هناك كلمة مشفرة في الجملة حين قال أن هناك طيار يساند أن هناك طيار نصف المرزوقي هذا هو سؤال هل نستطيع أن نقول اليوم أن هناك خلاف داخلي داخل حركة النهضة بين طيار يدعو إلى تصويت إلى سيد منصف المرزوقي وطيار آخر يدعو إلى تصويت إلى سيد باجي قايد السبسي أعتقد أن هناك تميز لا أسميه خلاف لأنني أعرف الحركات الإسلامية بشكل عام هي تعرف الانضباط لا يترشح الأمر إلى خلاف أعتقد أن هناك تميز وهناك تباين ويبدو أن هناك طياران لا أقول فريقان يبدو أن هناك طياران لكن أعتقد أن ما حدث اليوم في سفاقس مثلا كمؤشر حضور كبير جمهيري كبير دكتور منصف المرزوقي وهذه المدينة عرفت بشعبية حركة النهضة فيها أعتقد أنه يؤشر أن الفريق من ناحية العددية الفريق الموالي المرزوقي هو أكبر بكثير هل من الممكن أيضا أن يؤثر هذا التصريح أو إمكانيات تأثيره ربما على أصوات الناخبين داخل حركة النهضة أن تذهب باتجاه الباجي قايد السبسي هل من الممكن أن أعتقد أن ذلك ممكن الرجل الثاني أو الثالث في حركة النهضة عبد فتاح مورو يقول بصريح العبارة أن هناك طيارا داخل النهضة يريد التصويت المرزوقي أي أنه يقول أن هناك طيارا ثاني لا يريد تصويت المرزوقي ربما لحسابات أعتقد أن السؤال لا يطرح هكذا هل هناك طيارا أعتقد أن هناك أكثر من طيار لأن النهضة أي عينها على الرئاسيات وعينها أيضا على مقعد رئاسة البرلمان ربما وأن تكون شريكة في الحكومة القادمة أو لا أعتقد أن الحوار هذا الغامض الذي هو وراء الستار يخفي أن هناك فريقا ربما أقول طيارا داخل النهضة قد يدخل في صفقة ربما يؤشر على ذلك لكن أعتقد أن على الأرض أنه لا يمكن أن طالما أنها صرحت رسميا لقواعدها بأن يكون أحرار في الاختيار لا يمكن أن يقصي هذا الكلام الطيار الموالي لمنصف المرزوق وأعتقد أنه الطيار الأغلبي حسب ما أشرت عليه بعديد الاجتماعات وأخيرها اليوم في صفقة للدكتور منصف المرزوق يأتي هذا التصريح حيث تسير الحملات الانتخابية على خط متوازن إذن والاتصالات بين الأطراف للاتفاق على شكل واسم الحكومة المقبلة هل ستكون حكومة محصصة حزبية أم ستكون حكومة قطبي النداء والنهضة لكن المواطنين لا يأملون إلا بحكومة تعالج الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وأيضا الأمنية لم يقفل أي طرف سياسي فاعل باب المشاركة في الحكومة التونسية المرتقبة بعد الانتخابات الرئاسية اتصالات بعيدة عن الأضواء بين مختلف القوى تصريحات من النهضة نداء تونس والجبهة الشعبية تحمل شروطا لكنها ضمن شروط التفاوض من يتنازل لمن صحيح أن الحماوة الشعبية لانتخاب الرئاسة ليست بقدر ما كانت عليه خلال التشريعية لكن ما ينتظره المواطنون هو حكومة تخفف عن كاهلهم مصائب الحياة أتمنى كونهم يحلوا المشيكل خاصة التشريعات والقوانين في تونس بشي يمكنوا من تسهيل الاستثمار وتسهيل بعض المواطنين للشغل والتنمية في البلاد مع الحكومة الوحدة الوطنية التي يختارها الشعب وليتكون في مصلحة الشعب أطروحات كثيرة لشكل الحكومة المقبلة هل هي حكومة وحدة وطنية تضم معظم القوى الكبرى في البرلمان أم ستكون حكومة تجمع القطبين النهضة والنداء ويضاف إليهما بعض حلفاء الطرفين من الأحسن ومن الأجزر المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة جدا ومن الأحسن أن تدار بحكومة وحدة وطنية ممثل فيها كل طيب السياسي ومسنودة من أهم الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد إذا كان الصندوق فرز معناها فمحوا كما يختاروها الحزب الفيس هكذا هو مخاض انتقال تونس من الثورة إلى الدولة بتحديات كثيرة لعل الأمنية والاقتصادية أهمها والمأخذ الشعبي هنا على المرشحين أنهم يحملون شعارات انتخابية من دون برامج واضحة سيد سليم حضرتك سمعت المواطنين في هذا التقرير الكل يأمل بحكومة جامعة تلبي طموحاتهم بالأمن والاقتصاد وأيضا التحسينات على المستوى الاجتماعي لكن اليوم المعطيات بحسب المعطيات إلى أين تسير الخيارات إلى حكومة تلافية من حكومة أقطب أو كطبين أعتقد أن الموضوع مازال غامضا لأن مفتاح هذا الموضوع لغزه هذا الصندوق الأسود الذي اسمه الحكومة هذا اللغز الغامض الحكومة المقبلة مرتبط يعني مفتاحه في الالتخابات الرئاسية أعتقد أن كل طرف الآن هو القانون يفرض أن يكون الحزب رقم واحد هو الذي يشكل الحكومة هذا الحزب حين سيشرك أطياف مشاركة له في البرلمان كحركة نهضة أو الجبهة الشعبية أو الطير الديمقراطي أو أفاق تونس فأعتقد أن الأمر سيدخل بين ظفرهيد في إطار المساومة ماذا ستعطيني وماذا ستأخذ والمحاصلة لن تكون فقط أعتقد على مقاعد الحكومة وإنما على تأييدك لرئيس الحزب المرشح للانتخابات الرئاسية وأعتقد أن خلف الجدران وخلف الأبواب المغلقة تحدث أشياء هذه الأيام ونحن لا نسمع فيها كما قلت لك بدأ يرشح على السطح جزء من هذا قال حرفيا عبد فتح مورو قال ليس سبسي أي أن هناك حوار وأعتقد أن السبسي الذي تغيب وراجع هنا وهناك أنه مريض أعتقد أنه هو الآن بصدد الحوار وسقور نداء تونس مع هذا الطرف أو ذلك وأعتقد أن المفتاح أن تكون حكومة واحدة وطنية أو لا سيتحدد بعد أن نعرف الرئيس في الدورة الأول بعد الدورة الأول ربما عند ذلك ستخرج إلى وسائل الإعلام مواقف الأحزاب الحقيقي وخاصة الحزب الأكثر حصولا على مقاعد في استحقاق التشريع وهو حرك نداء تونس أعتقد أن عند ذلك سيبدأ في دخول في موساومات وصفقات من أجل ضماني وأعتقد أن السبسي سيكون موجود في الدورة الثانية هو الأوفر وحصولا حتى حسب استطلعة الرأي هو المنصف مرزوق الآن وأعتقد أنهما يتقدمان المشهد الآن وعند الوصول إلى الصراع مباشرة المزاحمة بين السبسي أو الرئيس الذي يمكن أن يكون رئيسا مواصلا يمكن أن نستطلق عليه هذا المصطلح إذا بقي الرئيس المواصل أو السبسي المنتخب عند ذلك ستكون ولذلك نداء تونس يحاول تأجيل الإعلان عن ملامح الحكومة القادمة أو ملامح البرلمان القادمة لكن هذا التصريح سيد سليم ألي يشير إلى نوع أيضا من تبلور نوع من التحالفات أو بداية النقاش حول نوع من التحالفات للحكومة بخصوص تشكيل الحكومة بخصوص أيضا توزيع الحصص داخل هذه الحكومة أعتقد أنه يدل على احتمالات التحالفات لا يدل نحن لسنا متأقنين الخبر مقدس هذا خبر يقول أن هناك عرض يخص البرلمانيات فقط ولا يقول أن هناك إمكانية للتحالف في الحكومة لكن يؤشر هذا التصريح على أن نداء تونس قبل بقانون اللعبة قانون اللعبة هو أنه يريد أن يأخذ ذلك في المقابل يريد أن يعطي هذا يؤشر على أن نداء تونس عندما يقدم حقيبة بهذا الثمن مهم جدا وهي رئاسة المجلس وربما سيعطي حقاب أخرى في الحكومة المقبلة فأنه يريد أن يأخذ في المقابل تأييدا على الأقل معناها فيما يتعلق بالحقاق الرئاسي في الدور الثاني وليس الدور الأول لأن السبسي مضمون مروره حسب الاستطلاعات نحن لسنا متأكدين نعرف ما كذلك هناك حضور طبعا لباقي المترشحين نحن لا نريد أن نقوم بالدعاء لأحد لكن يبدو أن من ضمن أهداف أيضا نداء تونس بهذه المبادرات هو إذابة كرة الثلجة التي بدأت تتقاضفها الأمواج الآن في الاستحقاق وهي كرة التغول هأني أعطي إشارات أنني لا أريد التغول لأنني دخلت في حوار مع النهضة من أجل أعطائي ولا يمكن أن تكون مثل هذه الأشياء ممكن أن تكون بلونات هواء أيضا بلونات هواء لأن في السياسة كل شيء جائز استحقاق هام أمام على طاولة بحث الحكم المقبل وهو الأمن حيث أعلن المجلس الأفطاني التأسيسي أنه سينهي عمله الخميس المقبل بعقد جلسته الختامية وذلك قبل تسلم البرلمان الجديد مهامه الدستورية وسيوقع التأسيسي على دستور تونس الجديد وحسب القانون الانتخابي فأن تسليم المهام بين نواب التأسيسي والمنتخابين الجدد يجب أن لا يتجاوز الأسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية الانتخابات التشريعية وسيتولى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر دعوة المجلس المنتخب لعقد الجلسة الافتتاحية بعد الانتهاء من قضية طعون الانتخابية وأمنيا كما ذكرنا أعلنت وزارة الداخلية تونسية توقيف أخلية تكفيرية تابعة لأنصار الشريعة الإرهابي في قرطاج كانت تقوم برصد تحركات أمنيين وعسكريين بنية تصفيتهم لاحقا وأضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة عثرت مع الموقفين على هواتف جوال وأجهزة تكنولوجية لتخزين المعلومات وأشارت الداخلية إلى سمرار ملاحقة باقي أفراد الخلية الفارين بناء على هذا الخبر الأمني توقيف خلية إرهابية هل نستطيع أن نقول بأن هناك ما يدبر لتونس ليس على صعيد فقط هجمات إنما مشروع ربما ضمن مشروع أو ضمن سياق مشروع إرهابي وخطط للمنطقة من ضمنه تونس؟ قبل إجابة كانت سؤال فقط إضافة حول السؤال السابق التحالف المحتمل بين النهضة ونيداء تونس هو ما يسمى بتحالف الحلفاء الأعداء الحلفاء الأعداء في تاريخية التحالفات التي تم بين الأعداء المتطرفين في عداوتهم تكون هناك ما يسمى بالضمانات اليقينية يعني مثلا عندما تتم صفقة تسليم مثلا بين حزب الله أو صرين الحوارات بين الأعداء تكون فيها ضمانات كبيرة لا أعتقد أن الضمانات متوفرة في حالتي النهضة والنداء ولذلك ستكون هناك أزمة ثقة بين الطرفين وأعتقد أنها ستتحول إلى بلونات هواء مثل هذه الوعود أعتقد ذلك ولا أتمنى أن يكون يقين في هذا بالنسبة لتونسي مهدد تشبيه جدا بعيد حول أي طبعا تشبيه جدا عفوا أنا لم أقول نحن نتحدث عن أبناء بلد واحد حول الموضوع الأمني نتحدث عن الحوار بين الأعداء في العادة لابد أن تكون ضمانات مثلا في صفقات بين أساس تكون هناك ضمانات كبيرة حتى دولية كيف ستدخل النهضة وندى تونس في تحالف بوعود بمجرد وعود دون أن تكون ضماناتهم ليست لهم الثقة في بعضهم البعض ولذلك ستسقط أمام السوء الثقة سيسقط هذه الأمكانية التحالف بالنسبة لتونسي مهدد بالأرهاب وهذا وحش هدد الثورة التونسية وأكل من دماغنا وأكل من شهدائنا في الجيش ومن شهدائنا في الأمن الوطني ومن شهدائنا من السياسيين أعتقد أن المجتمع التونسي المجتمع السياسي والمجتمع المدني لابد أن لا تحوله في فرقته السياسية إلا إلى ابتعاد عن هذا الاستحقاق هذا الاستحقاق موحد لابد أن نتوحد عليه جميعا سائل الإعلام وتتحالف ضده القوى السياسية والقوى المدنية وجيشنا الوطني وأعتقد أن أهم مطلب يجب أن يكون للحكومة القادمة وأهم مطلب أن يكون للبراميل القادم وأهم مطلب أن يكون للرئيس القادم هو رفع ميزانية وزارة الدفاع نحن الآن في حالة حرب ما يحصل لتونس واعتداء آثم هي حرب تستخدم فيها الأسلحة هي ليست مجرد خلايا أو مجموعة أعتقد أن لعبة كبيرة تحاك للبلد والدم يسيل على الأسفل والآن نحن ندفع معناها ما شاء الله من شهدائنا نحسبهم عند الله شهداء ولكن نتمنى أن أمنيتي كتونسي أنه مثلما نرفع في ميزانيات وزارة أقل أهمية لابد من رفع ميزانية وزارة الدفاع أنا لن أقول أن وزارة الدفاع تفتقد هذه أسرار عسكرية لا أعلمها لكن أقول أن هذا الاستحقاق نحن الآن في حالة حرب وطالما أننا في حالة حرب لابد من دعم هذه الوزارة لأن الدليل أنهم حين اجتهدوا وتقدموا الآن مثلا المؤشر عملية الكيف الأخيرة قام الإرهابيون بالاعتداء على سيارة العسكرية لكننا شبه مدنية معنى ذهبوا إلى العزة لهم ذهبوا إلى عائلات الجنود هذا يدل على أن الإرهاب محاصر في تونس معنى مغط فترة لكن الآن لم يبقى للقليل لابد من تجديد الخناق على هذا العدو المطلب في تونس وهو لغز الذي يضغط على زر الإرهاب وهو لغز الأمن صلاحيات الرئيس من المفترض أن يكون كذلك لكن اليوم هل نرى ضمن البرامج الانتخابية هذا الاستحقاق هذا الاستحقاق أو عفوا هذا الطرح الأمن هل هو موجود بشكل واقع وحقيقي ضمن برامج الانتخابية المطروحة حتى الساعة فقط برامج الانتخابية المطروحة للرؤسة لا لابد أن تتحول تترجم هذه البرامج إلى واقع ونحن حتى نعرف صدقية البرامج لابد أن نعرف تاريخها من يطلقها حين يطلق ملاظر ديمقراطي وطني لن نذكر أسماء مثلا من بين المرشحين للرئاسة أنه معنا على العهد وأنه سيدافع عن هذه الأجندة أجندة مقاومة تونس للإرهابي الوافد علينا من الخارج والذي تكون بعض مناطقنا حظنا له فنحن سنصدقه لأننا نعرف صدقيتها يعني أعتقد أن الصدقية تاريخ الحملة الانتخابية الحقيقية الآن هي التعليق بسيط هي لم تبدأ حين بدأت رسميا الحملة الانتخابية لها سنتين الآن الناس تعرف برامج هذه الأسماء المرشحة وكل يعرف أسهمه في برصة الانتخابات وأعتقد أن لذلك كانت الغالبة للذين كانوا معروفين قبل الحملة الانتخابية وهو أمر تدائياته منطلقة من الانتخابات التشريحية أيضا في الانتخابات التشريحية لم تنجح إلى عنوان السياسية البارزة عن معروفة الناس لم تغامر بأسماء لا تعرفها ولذلك ضعت في الانتخابات الأخيرة مثلا فكرة القائمات المستقلة لم تحصل على مقاعد إجاهها كثيرة وهذا أمر سينعكسها على الرئاسيات الناس ستذهب إلى والاستقطاب متحكم في هذا الأمر الاستقطاب الغالب يبدو أن التوازن يكون الآن بين 3 أو 4 مرشحين أساسيين على رسم المنصف المرزوقي والباجي جايد السبس تشهد المنطقة العربية موجة من التكفير وبروز دائرات متشددة تهدد البنيان المجتمعي للمنطقة حالة لم تستثني تونس التي اعتبرت مصدر كبيرا للمسلحين إلى سوريا فما هي الأسباب أو أسباب ظهور المفاجئة للتكفير وما هي صبل مشابهته هذه العناوين في ندوة دولية بالعاصمة التونسية حول ثنائية التكفير السياسي والتكفير الديني بلا المبروك وتفاصيل دعوات للقتل وإباحة الدماء تجنيد السباب للقتال في مراتق التوتر فضلا عن تكفير مبدعين وفنانين والسياسيين هي مظاهر لم يعهدها المجتمع التونسي مجتمع ضرب الأمثال في الوسطية والاعتدال والتمدن والنضال من أجل القضية الفلسطينية حالة التكفير لم تقتصر على تونس فحسب ارتباطات عضوية بين تنظيمات متشددة تعلن قيام ما يسمى بداعش ظاهرة تتباين بشأنها التقييمات بين من يعتبرها أمرا واقعا ومن يعدها نتجة قطعات مخابراتية مرامها تجزئ ما تبقى من أمة العرب ظاهرة التكفير هي ظاهرة مخابراتية بامتياز لها امتداداتها الراهنة في السياسات والدولية والمعادلات الإقليمية وبالتالي فالتكفير هو ظاهرة منبتة عن الدين وعن الديني وهو لا ينخرط إلا في السياق السياسي والإديولوجي الراهن المفلس إذن ظاهرة تستدعي التوقف عند مسبباتها وسبول معالجتها فالتطرف لا يجابه بالإقصاء بل بمقاربة سوسيولوجية تنطلق بالتنشئة الدينية الصلبة وبتدليل الهوة بين مذاهب الدين الواحد فضلا عن مقارعة التطرف بالحجة العقلية والخطاب الديني المعتدل فالعنف والإقصاء يولدان الدموية والتطرف والتكفير الإشكال كل الإشكال في غياب مشروع وطني يمكن أن يؤسس لثقافة جديدة غير أقصائية وبالتالي ينتفي كل موجب لتبادل تهمة التكفير أو تهمة الخروج عن الصف الوطني يقال أن التنظيمات التكفيرية والإرهابية تجد ظلتها في بؤر التوتر ومراحل لا استقرار فهل ستنجح الانتخابات الدائمة الأولى في تونس في تحقيق الاستقرار وقطع دابر التطرف والإرهاب من جذوره الخطاب الديني والسياسي الصنواني متناقضان متقاتعان لكن واقع التجربة التونسية أفرز حالة من التطرف الديني بلغ مستوى تكفير السياسيين ونبذ الآخر ما يستدعي دراسة علمية معمقة للظاهرة وبلورة حلول لها بلا المبروك تونس الميادين سيد سليم هل الندوات والمؤتمرات تكفي لمجابهة الفكر التكفيري إن كان على صعيد الدين أو إن كان على صعيد السياسي المؤتمرات الرافد من الرافد لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة لكن أيضا هناك عنصر آخر لبدن التوفر والتوحد أعتقد أن المجتمع التونسي بنضجه والمجتمع السياسي والمدني خاصة من خبه فهمت هذا ولذلك انخفض منسوب هذا الطيار الآن في تونس ليس فقط بالحل الأمني انخفض منسوب هذا الطيار لأن كانت هناك ردة فعل عميقة في السنتين الماضيتين لأن هذه دولة مدنية والمجتمع التونسي هو مجتمع ميال بطبعه إلى الديمقراطية وإلى المدنية نحن ليست لها أصول هذه الظواهر في هذا البلد هي ظواهر وافدة هناك فرق بين الإسلام السياسي في جيله الأول وهذا الإسلام السياسي الغريب الجديد نحن تعقلمنا مع هذا الإسلام قابلنا الإسلام السياسي التقليدي الكلاسيكي مثل حركة النهضة لكن هو يتميز كثيرا هذا إسلام سياسي آخر يذهب إلى العنف وإسلام سياسي آخر يذهب إلى التكفير وإسلام سياسي آخر يستمد مرجعيته من مشعوذات دينية لا علاقتها بالسنة والقرآني والنص الديني الأصلي ولذلك هو يعشش بسبب الجهل يعشش أغلب أنصار هذه الطيارات هم تجدهم من شبه الأميين ولذلك تصدى المجتمع التونسي وإعتقدنا هذه المنصوبة خفضة ونحن نبذنا هذه الظاهرة كردة فعل تلقائيا من المجتمع يعني الجسد التونسي رفض هذا الفيروس لم يقبله ولذلك لم يتطور هذا الفيروس وتحول إلى الممارسة العادية وهي ممارسة العنف نعم حضرتك تمائز بين الإسلام السياسي في العهد القديم وإسلام السياسي في جيله الجديد تتحدث عنه لكن هل يبقى تنطبق عليه صفات الإسلام السياسي أو تسمية الإسلام السياسي في هذه الحالة هو اللي يسمي الإسلام السياسي كمصطلح لكل من يدخل الدين في السياسي هذا يعني هي تسمى عامة لكن هذا الطيف وطيف واسع فيه من هما أسوياء مثلا نحن وصلنا من خلال حرق 18 أكتوب التي كنت مناظرنا ضمنها إلى اتفاقات مع الجيل السابق من الإسلام السياسي نحن كالمانيين ونحن كتقدميين وصلنا إلى اتفاقات تخص حرية المرضى ونهضة قبلت بهذه الأمور في زمن الجمر وحتى عندما ذهبت إلى الحكم اضطرت إلى مش اضطرت لا أعرف النواة المهم أنها التزمت باستحقات الدولة المدنية ولذلك كان هناك دستور توافقي وحصل على إجماع كبير من الطيف حتى الإسلام السياسي كان شريكا فيه وكان دستورا يعني ينحو نحو الدولة المدنية والقيام الكونية للحرية والعدالة والاحتراع حقوق المرأة ولمدنية الدولة نعم إذن السيد سليم بخدير الكاتب الصحفي أتنسي شكرا لك لحضورك معنا في السيديو الميادين نشرتنا انتهت في الختام فقرة أولاد البلاد من أعداد الزميلة يارى أبو حيدر وقبل الختام فريق عمل الميادين في تونس يشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم نحن في در ثقافة بمحمدية هذه الدر ثقافة بالنسبة للمقطوعة ذي هو مقام تونسي نديل الرئيس الجيل في البلاد مش نحصوا ليانا تونسي والمحمدية راتتبع تونس مش هي تلاها بيانا شوية ويعمننا حل في در الشباب هذه المتاعنا والثقافة اللي نحن أصلاً يعني الثقافة معانيش عنده ثمانية سنياً مسكرة در شباب ثقافة وذي مقطع ليه هو راني تونسي ونور ما مو يحس بيه في اللحظة بيه يا ليل يا ليل يا عيوني المقطع ذي أنا نعصبه عكا كل فنان كيفاش يرسمه أنا لو كاش جيت طوع نرسم نرسمه مراتب كي اسمي عربي أنا عربي شويراء عربي مزيودي عربي النواوري أنا بيأخل ورد وأذين الناس اللي تشالوا من قدام الدار واليومنا هذا ما بالو والتونسي خايف مخيالو مالوقت الغدار قدش فلح باس تهانو عنا كبت فني كبير برشا مش فييانا برشا برشا فني عنا ممتقية عنا بالأخص در فقافة المحمدية هنا معروفة بالمصر أكتر حاجة في تونسي ودي جعلنا مسرحيين خارجين معروفين في التلفز يسمع هو المزمومة ذي متانا عحنا التويلسي بتبنيش فالعالم مقام فمي اسمي مزموم قفار تونسي شاء الله نحن هو رو نمش ونمش ونمش ونرجع وربي سبحانه وتعالى ندعو ربي سبحانه وتعالى يصلح راي وليت الأمور خاطرني أنا سلفي ومميليش تكفيري مش كفر ولي أمري أنا سلفي بالرسمي سلفي لكن المزل داي معس يا ربي توب علي منو فأمدني نتمنى أن السيد الرئيس المشد من بلده داي يعطينا حق ما حاش ناش أكتر من هاي داي حقنا كمواطن طوانسي